تصنف على انها من اخطر المهني في العالم بخطوات حذيرة ينزل محمد للعمل بها تزداد الخطورة هنا لتكون كل خطوة مدروسة كي لا ينزلق يصل الى قاع المنجم الصغير لا لاستخراج الماس او الذهب انما لاستخراج البيلون الانفاس هنا تلتقط بصعوبة لنقص الاكسجين وما يزيد الخطورة اكثر غياب وسائل الحماية مصلحة البيلون خطيرة جدا وردناها عن ابونا وجدنا كل كيلو بيلون بكلفنا دم لانه غميقة غميقة عشرين متر وما كل واحد بحسن ينزل عليها مهنة الاجداد التي ورثها محمد عنهم يعتبرها مهنة تراثية يريد ان ينقلها الى ابنائه الذين يساعدونه في العمل لم يبقى احد يعمل بهذه المهنة في ريف حلب الشمالي سوى عائلة الخطاب التي تشكل مصدر رزق العائلة رغم تدني سعر البيلون الذي يستخدم في عدة مجالات يستخدم البيلون لتصفيت الزيوت لتصفيت المسامك يستخدم للبرادات تبريد البطاطا والبصل ويأخذوا قطعة بحطوها لبراد الطعام لتصفيت المسامك ويستخدم لشامبو بالبيلون لتصفيت الجسم بعد استخراجه ينشر تحت اشعة الشمس كي يجف ثم يعبأ باكياس لبيعها قد يكون الانتاج ضئيلا بسبب الوسائل المستخدمة والمردود المادي يكون ايضا قليلا لعدم وجود منافذ لتصديره اضافة لتراجع استخدامه محليا لدخول المنتجات الحديثة بعد ان كان وجوده قديما حتميا في كل بيت رغم خطورتها ومردودها المادي الضئيل فانها مصدر الدخل لعائلة الخطاب التي ما زال افرادها يحافظون على مهنة اجدادهم ويصرون على نقلها الى ابنائهم محمد نور تلفزيون سوريا قرية تركمان بارح ريف وحلب الشمالي ترجمة نانسي قنقر